وقد طرحنا سؤالاً في الحلقة الماضية الشيخ صالح عن أبرز شروع كتاب التوحيد معجوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان هذا الكتاب بنية خالصة من مؤلفه وكان موضوعه توحيد رب العالمين والنهي عن الشرك نال هذا الكتاب منزلة عالية عند أهل العلم فقاموا بتدريسه في المساجد وفي المعاهد والكليات وفي دور التعليم وانتشر ولله الحمد في المشارق والمغارب لا سيما بعد ما جاء وسائل النشر ووسائل الاتصالات انتشر هذا الكتاب أكثر فيسر الله له شروحاً أول من شرحه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بكتابه تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وهو شرح حافل بالعلوم العظيمة ولكن لم يكمله فقام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب قام بإكمال الكتاب وتهذيبه ثم تتابعت الشروح والحواشي على الكتاب بعد ذلك ولا تزال والحمد لله تظهر وتتجدد على هذا الكتاب إما يدل على حفاوة العلماء به فشرحه هلما كثيرون وطبعت شروحهم وهي موجودة فمنهم مشايخ كثيرين لا يحضرني الآن من أسمائهم ولكن كتبهم موجودة والشيخ سليمان بن حمدان العالم المعروف المتوفى قريبا رحمه الله شرحه بكتاب حافل وجيد ومطبوع ولله الحمد وشرحه أيضا علماء متأخرون في وقتنا منهم من هو من أهل نجد ومنهم من هو من غير أهل نجد وشروحه متوفرة الحواشي عليه حواشي كثيرة منها حاشية الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ابطال للتنديد اختصار شرح التوحيد وحاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وحاشية للشيخ أبي بطين وكلها موجودة ومطبوعة والحمد لله وعليه كتب شروح كثيرة كشرح تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بطال التنديد في بيان مقاصد التوحيد يشرح التراجم تراجم كتاب التوحيد تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القول المفيد وغير ذلك من الشروح الوافية التي هي بأيدي الناس اليوم ترجمة نانسي قنقر